ناوشتات ناويفخويند مدينة جديدة أصدقاء جدد تنتقل أنا إلى مدينة جديدة الفيلتسي يعني انتقل من سكن إلى سكن آخر حرف جرء هنا بلوس أكوزاتف لأننا عندنا انتقال يعني حركة سوف تنتقل من بيت إلى بيت آخر ديشتات ليكت أم مير يعني المدينة على البحر أو المدينة تقع على البحر من بين استخدامات الفيل لغن تستخدمه لكي تصف أين يوجد مكان ما يعني موقع مكان ما حرف جرء نستخدمه مع الأماكن التي يوجد فيها ماء كالبحر، النهر، البحيرة إلى آخره ومشهورة أو معروفة بي يعني المدينة بي كانت فور يعني مشهور أو معروف بشيء ما بشاطئها الجميل ديرشتخاند وهو الشاطئ أنا فندت أين كلاين فونو إن دير نية ديس هافنز وجدت أنا شقة صغيرة بالقرب من الميناء إن دير نية يعني بالقرب أو بجوار دير هافن وهو الميناء إيرو نخباغن هيست ميا جارتوها تدعى ميا دي نخباغن وهي الجارة دير نخباغ وهو الجار أنا إست 27 يارو ألت يعني أنا عمروها أو سنوها 27 عاماً وتعملوك معلما دي ليروغين وهي المعلمة عبايتن ألس تستخدمها عندما تريد أن تعبر أنك تعملوك إيش آبايته آلس توم تكمل مهنتك إن أنا جروند شولة في مدرسة ابتدائية دي جروند شولة وهي المدرسة الابتدائية ميا إست 24 يارو ألت ميا سنها 24 عاماً ود آبايتت ألس فركويفرين يعني وتعملوك بائعة دي فركويفرين وهي البائعة في متجر صغير في المدينة وهو المتجر زي هات أين كلاينا هند عندها كلب صغير وهو الكلب الذي تحبه كثيراً يعني الذي في أكوزاتيف لأن عندنا الفعل ليبن يعني أحب يحبه فعل بلوس أكوزاتيف در هند إست كلاين ونفعيس ونشبت جارن الكلب صغير وأبيض ويحب اللعب يعني في صباح أحد الأيام عندما كانت أنا ذاهبة إلى العمل ترفت زي إيرو نخباغين ون دين هند التقت الفعل ترفن يعني التقى يلتقي جارتها والكلب الفعل ترفن فعل بلوس أكوزاتيف لهذا السبب عندنا دين هند وإيرو نخباغين صباح الخير أنا أنا جارتك الجديدة صباح الخير أنا مرحبا بك في المدينة يعني كيف تجدين المكان هنا من بين العبارات التي لا يوجد لها ترجمة حرفية في اللغة العربية تستخدمها في اللغة الألمانية لكي تسأل شخصا ما عن رأيه في شيء ما أو مكان ما يعني قالت لها المكان هنا يعجبني بشكل جيد يعجبني كثيرا يعني الشاطئ جميل جدا عندما تصف شخصا ما أنه لطيف أو دود يعني كم المدة وأنت تعيشين هنا تستخدمها لكي تسأل شخصا ما عن مدة شيء ما يعني تستخدمها لكي تطرح أسئلة متعلقة بالمدة مدة شيء ما أنا أعيش هنا منذ ثلاث سنوات زايت حرف جر دائما يكون بلوس داتيف إنه مكان رائع للعيش وهو المكان طول صفة معناها رائع بزوندس يعني خصوصا في الصيف نستخدمها مع الشهور والفصول تسألها لشخص ما عندما تريد أن تعرف مهنته إيش بن ليرورين أنا معلما إيش فانجو موغن آن در جوند شولو آن سوف أبدأ غدا في المدرسة الابتدائية آنفانجن في المعنى بدأ يبدأ إيش بن شون آن بسشن آفگريكت أنا متحميسة قليلا آفگريكت يعني متحميسة داس كلنكت شبانند هاذا يبدو ممتع أو شيق شبانند صفة معناها شيق أو ممتع إيش آبايت إن أينم كلاينا لادن hier إن در نيه أعمل في متجر صغير هنا بالجوار إيش مخت شباس يعني الأمر ممتع أو مسلي إيش مخت شباس عبارة يمكنك أن تستخدمها لتعبر أن شيئا ما ممتع أو مسلي يعني عملها في المتجر ممتع أو مسلي أبا منش مال يعني ولكن أحيانا منش مال أحيانا أبا منش مال إيش آخ أنشتخينغند ولكن أحيانا الأمر يكون أيضا متعبان شيئا ما متعب أو مرهق يمكنني أن أتصور أو أتخيل هذا يعني تخيل أو تصور Das kann ich mir vorstellen تستخدمها لكي تعبر لشخص ما أنك تشعر بما يمر به تتخيل أو تتصور ما يحس به أو يمر به ماذا تحبين أن تفعلي في وقت فراغك أحب الذهاب إلى الشاطئ للتجول مع كلبي أحب الذهاب إلى التجول وأقرأ الكتب قراءة الكتب تسألها عن الأنشطة التي تحب أن تفعلها أحب الركض في الشاطئ في المعنى ركضة يركض وأحب الرسم يعني رسما يرسم ربما يمكننا أن نذهب سويا مرة ما للتنزه ربما يعني سويا هذا سيكون رائعا مرحبا بك في الحي أنا دي نخبار شفت وهو الحي